أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون ومنهم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبين قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين هذه الآية أيها الإخوة قوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هذه تأتي بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصصا كثيرة عن الأنبياء السابقين مع أقوامهم هؤلاء الأنبياء خلق مكرمون استفاهم الله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل استفاهم الله تبارك وتعالى من خلقه الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس وأرسلهم إلى أقوامهم في فترات متعددة ولكن هؤلاء الرسل بعضهم أفضل من بعض بتفضيل الله تبارك وتعالى لأن منهم أولو العزم أولو العزم ليس كل الرسل من أولو العزم ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهذا التفضيل الذي بينهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وبما وهبهم به وبما خص به بعضهم هذا من فضل الله تبارك وتعالى فموسى عليه السلام كليم الله كلمه الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى كما أخبرنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ولكنه كلم موسى عليه السلام كفاحا وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام كذلك وكلم آدم عليه السلام قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم عندما أراد أن يسأل الملائكة عن أسماء الأشياء فلم يعرفوها قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى ولكن لا يجوز أن يتخذ ذلك ذريعة للحط على بعض الأنبياء والرسل والرفع من شأن بعضهم لأن هذا باب من أبواب الشر وهذا قد يكون سببا لتهوك بعض المتهوكين لأن ينال من قدر بعض أنبياء الله ورسله جهلا وظلما وعدوانا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة مع أصحابه في سفر فقام معهم رجل يهودي فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على غيره فقام رجل من المسلمين شاب متحمس فلطمه على وجهه وقال أتفضله على محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أفضل هؤلاء الأنبياء والرسل لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه ما لم يعطي أحدا غيره ولأن الله سبحانه وتعالى جعل رسالته هي الرسالة الخاتمة إلى يوم القيامة ولأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة العظمى في يوم القيامة محمد عليه الصلاة والسلام وقال له ربه تبارك وتعالى في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى لكن هذا ليس مدعاة لأن يتخذ الناس ذلك مادة للتفتيش والتنقير والتفضيل ورفع هذا وخفض هذا فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على أحد أو لا تخيروا بيني وبين غيري أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا قطع لدابر الفساد حتى لا يحصل من ذلك ما يسيء إلى بعض أنبياء الله ورسله والله سبحانه وتعالى هنا ذكر في هذه الآية قال ورفع بعضهم درجات قال وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس هذا واحد من أولي العزم من الرسل الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى آتاه الله آيات بينات لم يتها لغيره يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويحيي الموتى ويبرئ الأكمة ويبرئ الأبرص هذه أشياء من فضل الله تبارك وتعالى عليه فالله سبحانه وتعالى أيده أيضا بجبريل عليه السلام قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا كل هذه الآيات البينات التي آتاها الله سبحانه وتعالى هؤلاء الرسل ما نفعت أقوامهم لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم اقتتلوا لماذا لأنهم اختلفوا واختلفوا بناء على أهوائهم من بعد ما جاءتهم البينات هذه الآيات البينات كانت كافية لثباتهم على دين الله تبارك وتعالى ولكنهم اختلفوا فمنهم من آمن منهم من بقي على دينه وأيقن بما أنزله الله على رسله ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يعني لو شاء الله ما اختلفوا الاختلاف الذي أدى بهم إلى الاقتتال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون تنتقل الآيات هنا إلى موضوع الإنفاق في سبيل الله وقد مر معنا هذا كثيرا ومر في بداية السورة في قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالإنفاق في سبيل الله أمر من أعظم الأشياء التي كلف الله بها عباده والتي ندبهم إليها شيء منه واجب وشيء منه مندوب والله سبحانه وتعالى يحببهم يحبب عباده في هذا الأمر حتى لا يبخلوا لأن هذا الذي بأيديهم من الفضل والمال إنما هو هبة من الله تبارك وتعالى ليس للعبد فيه إلا حيازته أنه كان تحت يده وإلا فهو من فضل الله تبارك وتعالى والمال مال الله وكما قال الله تبارك وتعالى منبها إلى ذلك في مسألة الأرقاء وكتابتهم قال وآتوهم مما لله الذي آتاكم آتوهم مما لله الذي آتاكم فلابد أن يتذكر العبد أن هذه النعمة التي بيده إنما هي من فضل الله قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم هذا الرزق هذا المال من الله تبارك وتعالى وأنت مدعون للإنفاق منه فأنفق منه فأنفق منه مما أعطاك الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون هذا ميدان العمل هذا ميدان التسابق هذا ميدان البذل في الحياة الدنيا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم هذا اليوم هو يوم القيامة يوم القيامة لا يستطيع أحد أن ينفق لو كان له مال مع أنه ليس له شيء يأتي إلى القيامة متجردة لكن لو كانت له الأرض ذهبا فإنه لا ينفعه شيء إلا ما قدمه قبل موته أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لا تنفأ فيه الصداقة ولا يمكن أن يشفأ أحد لأحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون الكافرون في يوم القيامة هم الظالمون على الحقيقة لأنهم هم الذين سيلقون جزاءهم في هذا اليوم نتيجة لكفرهم بآيات الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح عن خير الصدقة قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تحشى الفقر وتأمل الغناء هذا هو وقت الحياة ما دمت مالكا لمالك تستطيع أن تتصرف فيه لكن إذا مت أصبح المال مال الورثة وفي يوم القيامة لا ينفعك هذا المال الذي لم تسعى لإرضاء الله فيه لا ينفعك بشيء لو كان تحت يدك وكانت لك الجبال ذهبا فإنها لن تنجيك من عذاب الله الآن هو وقت العمل عليك أن تسعى وأن تبذل أنفقوا مما رزقناكم يعني الآن من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون هم الذين يجحدون بآيات الله هم الذين ينكرون فضل الله سبحانه وتعالى عليهم ثم بعد ذلك جاءت هذه الآية العظيمة الآية العظيمة التي تسمى آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآية كل ما فيها تعريف ووصف لله سبحانه وتعالى بيان لوحدانيته وبيان لألوهيته وبيان لقدرته تبارك وتعالى هذا تذكير للخلق حتى لا يغتروا بالدنيا وحتى يقبلوا على شرع الله تبارك وتعالى وحتى يعملوا بما أمروا به وأن ينتهوا عما نهوا عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم حياته دائمة سبحانه وتعالى لا تشبهها حياة أخرى وهو القيوم بشؤون خلقه في كل لحظة في كل لحظة لا يسهى ولا ينام جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم النوم معروف وهو الاستغراق هذا الطويل الذي يفقد فيه الإنسان شعوره بما حوله لكن السنة هي النعاس الخفيف هذا حتى هذا لا يعتر الله تبارك وتعالى ولو حصل ذلك لفسد الكون لكن الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك وأعظم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض كل ما هو موجود وكل ما هو كائن في هذا الكون هو له تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في يوم القيامة من الذي يشفع عند الله لأحد من الخلق من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى إذا أذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة لأحد فإنه يشفع لكن بدون هذا الإذن لا يستطيع أحد أن يشفع لا ملك مقرب ولا رسول نبي مرسل ولا أحد من الخلق لا يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله فالشفاعة لله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هو يعلم عنهم كل شيء ما سبق منهم وما يكون الآن وما يقول إليه أمرهم بعد ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أما هو سبحانه وتعالى فعلمه لا يحيط أحد بشيء منه إلا بإذنه أن يحيط إلى رسول بشيء فيعلمه للخلق وأما بدون ذلك فلا يطلع أحد على علم الله تبارك وتعالى وهذا فيه مقنع وهذا فيه تنبيه لأناس ربما تغلب عليهم بعض الأضاليل أن هناك من يعلم الغيب أن هناك من يطلع لا هذا كله لله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة الأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون فهذه كلها لله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما هذا بيان لعظمة الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كما جاء في الحديث السماوات والأرض كلها في العرش كحلقة ملقاة في فلاه هذه الأجرام التي نراها والتي لا نراها نسمع عنها هي بالنسبة لعرش الله تبارك وتعالى كحلقة ملقاة في فلاه ما قيمتها ما وزنها ما مقدارها شيء لا يلتفت إليه شيء حقير جدا والكرسي والكرسي في العرش والكرسي الكرسي الله تبارك وتعالى فوق العرش وكل هذا لا يحيط به أحد إنما الله سبحانه وتعالى أشار إلى شيء من ذلك فيما بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه وفي غيره مما يدل على عظم ملك الله تبارك وتعالى وعظم كونه وعظم شأنه جل وعلا ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم يعني هذه السماوات والأرض وما فيهن من العوالم ومن المخلوقات ومن الأجرام الله سبحانه وتعالى لا يثقله ولا يتعبه المحافظة عليها حتى يأتي اليوم الموعود يوم القيامة فيأذن الله سبحانه وتعالى بذهابها وخرابها بعد هذا هذا تذكير للخلق تذكير للخلق بعظمة الله وبقدرته وبملكوته وبألوهيته وبوحدانيته لا شريك معه هذا كله فيه تنبيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يستكين لهذا الإله أن يؤمن به أن يعمل بما جاء من عنده أن يصدق رسله هذه الآية أيها الإخوة لها وهي آية من آيات الله في كتابه الكريم إلا أن لها فضلا عظيما هي أعظم آية في كتاب الله كما جاء ذلك فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه سأل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال أي آية أعظم في كتاب الله قال هذه الآية آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره فرحا بما قال قال ليهنك العلم أبا المنذر هذه كنيته أبي بن كعب الذي هو أقرأ الصحابة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأكم أبي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه هذه الآية لماذا تسمى آية الكرسي لأنه قد ورد فيها ذكر الكرسي فهي آية الكرسي هذه الآية أيضا لها فضل عظيم في الحفظ بإذن الله حفظ الإنسان حفظ المخلوق من كيد الشياطين ومكر الظالمين هذه الآية كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة وقد جاء في حديث صحيح فيما يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وكله بحراسة بيت الزكاة البيت الذي تجمع فيه أموال الزكاة كلف أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بحراسته والمحافظة عليه فلما كان الليل وهدأت الحياة إذا برجل قد جاء يحثو في ثيابه يأخذ من هذا الطعام الذي في هذا البيت والذي وكل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بالمحافظة عليه فأمسكه أبو هريرة أمسك به هذا سارق فشكى إليه بكى وشكى إليه حاجة وفقرا وعيالا فتركه أبو بكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فلما كان في الصباح غدا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على النبي عليه الصلاة والسلام فسأله النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما صنع أسيرك البارحة قال يا رسول الله شكى فقرا وحاجة وعيالا قال أما إنه قد كذبك وسيعود فلما كانت الليلة الثانية عاد أيضا وجعل يحثو من الطعام في ثيابه فأمسك به أبو هريرة وقال لآتي أنك بك رسول الله فشكى فقرا وحاجة وبكى وولول فأطلقه أبو هريرة ووعده أن لا يعود فلما كان في اليوم التالي ذهب أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله يا أبا هريرة ما صنع أسيرك البارحة قال يا رسول الله شكى فقرا وحاجة وعيالا قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعاد في الليلة الثالثة فلما عاد وأخذ يحثو من الطعام أمسك به أبو هريرة في هذه المرة وقال لآتي أن بك رسول الله قال إن خليتني إن علمتك آية إذا قرأتها يكون عليك حافظ ولا يقربك شيطان ترسلني قال نعم فقرأ عليه آية الكرسي فأرسله أبو هريرة فجاء في اليوم التالي أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما صنع أسيرك البارحة يا أبا هريرة قال قال كذا وكذا وكذا قال صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب هذه المرة صدق في أن آية الكرسي حفظ حفظ ومن قرأها لا يقربه شيطان وقد جاء في حديث آخر أن من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت آية عظيمة هذه آية الكرسي آية الكرسي وقد جاء أيضا أن في هذه الآية وفي بداية سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم أن فيه ما اسم الله الأعظم اسم الله الأعظم ما هو ما وصفه هذا الاسم هو الذي كما جاء في الحديث الذي إذا دعي به الله تبارك وتعالى أجاب وإذا سئل به أعطى هذا الاسم موجود في آية الكرسي وفي بداية سورة آل عمران لم ينص عليه لكنه موجود في هذين الموضعين هذا كله من فضل آية الكرسي لكن هذه الآية فضلها لأن فيها تعريفا بحق الله تبارك وتعالى وملكوته وقدرته وعظمته وأنه المستحق للعبادة فلا ينكس عن ذلك ولا يخالف فيه إلا من لا حظ له في الخير بعدها جاء قوله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم بعد هذا البيان الذي عرفنا الله سبحانه وتعالى فيه بذاته وبقدرته وبعظمته وأنه المستحق للعبادة وأرسل رسله وأنزل كتبه لا يحيد عن ذلك إلا ظال والعياذ بالله اتركوه لا إكراه في الدين لا يجبر على الدخول في الإسلام أحد لا يجبر والكفار هؤلاء لا يجبرون على الدخول في الإسلام يدعون إلى خصال ثلاث إما أن يقبلوا الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا وبعض منهم لا تأخذ منهم الجزية ولكنهم يقاتلون إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا وإما أن يقاتلوا لكن لا يجبر أحد على قبول الإسلام لأن هذا الأمر عظيم لا بد أن يدخل فيه الإنسان بناء طواعية بناء على قناعة بناء على يقين لا يخالطه الشك أن الله سبحانه وتعالى هذا الموصوف بهذه الأوصاف والقادر على كل شيء وصاحب الخلق والأمر أنه هو المستحق للعبادة فيدخل في طاعته طواعية لكن إذا أراد أن يخرج بعد أن دخل هذا يكون مرتدا والمرتد في الإسلام يقتل لأنه نكس عن الحق بعد أن تبين له لا إكراه في الدين الآن قد تبين الرشد من الغيء الحق بأبان والباطل التضح فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقاء من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني الإيمان بالله لا بد أن يسبقه الكفر بالطاغوت والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى من الملائكة أو من الرسل أو من الأشجار أو من الأحجار أو من الشياطين أو من غيرها أو من الكواكب كل ما يعبد من دون الله هذا العبادة هذه عبادة للطاغوت لكن لا بد للإنسان قبل أن يؤمن بالله أن يكفر بالطاغوت وهذا ما تؤكده كلمة الشهادة ما هي كلمة الشهادة؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله هذه الكلمة الإسلام ماذا فيها؟ أول لفظ فيها أشهد أن لا إله إلا الله فيها نفي لما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله في هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله فبعد أن تنفي غير الله سبحانه وتعالى لا تثبت هذه العبادة لله تبارك وتعالى من يفعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى هي عروة الإسلام كلمة الإسلام هذه عروة النجاح لم فصام لها الذي يستمسك بها لا يخاف شيئا والله سميع عليم والله سميع عليم أحد الصحابة كان من علماء اليهود رضي الله تعالى عنه ولكنه أسلم كان من أحبارهم وعلمائهم الكبار اسمه عبد الله ابن سلام هذا الصحابي آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن جاء إلى المدينة لأنه يعلم مما في التوراة بصفة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه حق فلما تثبت من ذلك آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام جاء هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقص عليه رؤيا رآها يقول يا رسول الله رأيت أني في واد معشب أخضر وفي وسط هذا الوادي عمود طويل وفي أعلى العمود حلقة فارتقيت في هذا العمود حتى أمسكت بهذه الحلقة فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح بما قاله هذا الصحابي وبشره قال أما هذا الروض المخضر فهو الإسلام وأما هذا العمود فهو عمود الإسلام وهذه الحلقة هي العروة الوثقة فأنت استمسكت بها لم فصام لها والله سميع عليم العروة الوثقة هي عروة الإسلام وهي كلمة التي تجعل الإنسان في عداد من يحبهم الله سبحانه وتعالى ومن يرضى عنهم ومن يدخلهم جنته هذه هي العروة الوثقة عروة الإسلام ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاووت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بعد هذا البيان وبعد أن خير الله سبحانه وتعالى العباد لا يكره أحد على الدخول في الإسلام لكن الله ولي الذين آمنوا هؤلاء الذين قبلوا بالإسلام وقبلوا بألوهية الله وربوبيته وعرفوا أسماءه وصفاته وأيقنوا بذلك هؤلاء الله يخرجهم من الظلمات ظلمات الشك والجهل والكفر إلى نور الإسلام أما الذين كفروا هؤلاء يخرجهم أولياؤهم هؤلاء شياطينهم وأعوانهم ومعبوداتهم تخرجهم من النور إلى الظلمات بالعكس من نور الهداية أولياؤهم الطاووت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى للعبد الخيار العبد ليس مجبرا على الإيمان ولا مجبرا على الطاعة ولا مجبرا على المعصية إنما يفعل ذلك باختياره الله هداه بيّن له وهداه طريقين طريق الخير وطريق الشر فإذا اختار طريق الخير نجى وإذا اختار طريق الشر هلك وهو الذي اختار هذا هو الذي رضي بهذا والذين كفروا أولياؤهم الطاووت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه الآيات المتقدمة معنا في هذا اليوم وما سبق كلها دليل على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى عظمته وأنه الخالق وأنه المستغني عن كل أحد وأن كل أحد محتاج إليه لكن هناك خلق خلقهم الله تبارك وتعالى من عباده لا يقتنعون ولا يؤمنون ابتداء ولذلك يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لإقناعهم ولهدايتهم ويجعل على أيديهم من الآيات والمعجزات ما يكفي لأولي الألباب للاهتداء وقبول ما جاء به الرسل ولكن بعض هؤلاء يعاندون ويصرون على ما هم عليه هذا أحد المعاندين يقال إن اسمه النمرود ملك من الملوك الظلمة الطغاة حاج إبراهيم في ربه إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت ليدلل به على عظمة الله ووجوب اتباعه وإطاعته وقبول شرعه لكن هذا الظالم الباغي الطاغي ماذا قال قال أنا أحيي وأميت كيف تحيي وتميت قال يأتيني اثنان أقتل أحدهما وأستبقي الآخر هذا ليس هو الذي ذكره إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام ذكر قدرة الله على الإحياء والإماتة يحيي الموت الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت لكن هذا قال أنا أحيي وأميت إبراهيم عليه السلام وهذا من أدب المحاجة يجب أن يتنبه الإنسان المسلم الذي يجادل غيره والذي يبين له والذي يناقشه يجب أن يتنبه للأسلوب المناسب ما ذهب إبراهيم عليه السلام يقول له لا أنا قلت لك كذا وأنت لا تستطيع أن تحي الموت لا لا قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق هذا إلهي يأتي بالشمس من المشرق وهذا الدليل على كمال القدرة الإله الذي يحي ويميت من أخص صفاته أنه يقدر على كل شيء فهو يأتي بالشمس إلهي أنا يحي ويميت ويأتي بالشمس من المشرق كما نراها وكما يراها الخلق ومنذ أن عرف الكون فالشمس تطلع من أين من المشرق وتنتهي في المغرب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يعني أقم لنا دليلا على أنك إله أنك تستطيع عندك القدرة أن تستطيع أن تأتي بالشمس من المغرب فبهت الذي كفر انقطع لا يستطيع لا يستطيع هو كاذب حتى في دعواه الأولى لكن حتى في هذه جعلته يبهت وينقطع هنا مسألة لا بد من التنبه لها وهي ما أشار الله تبارك وتعالى إليه في كتابه الكريم في مجادلة أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هذه مسألة لا بد أن نعتبر بها أننا عندما نحاج ونبين الحق ونجادل أننا نجادل بالحسن أننا لا نسب ولا نشتم ولا نغلط ولا ننفر والله سبحانه وتعالى عندما بعث موسى وهارون إلى فرعون موسى وهارون خير أهل الأرض في ذلك الزمن وفرعون أأتى وأشقى أهل الأرض ماذا قال لهم قال لهما اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى حتى تقام عليه الحجة وهو ظالم وتعلمون عاقبته أن الله أهلكه لكن لا بد من إقامة الحجة بالأسلوب المناسب ثم بعد ذلك لا بد أن يكون الذي يحاج والذي يبين والذي يجادل عنده علم المجادلة بالباطل والمجادلة بغير علم قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وقد تؤدي إلى الضلال وقد تضيع الحق الذي يدافع عنه الإنسان فلا بد إذن من تخير من يجادل ولا بد من تخير الأسلوب المناسب لهذه المناقشة وهذه المجادلة أما الذي لا يعرف والذي لا يستطيع لا يكلفه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فلا ينبغي أن يدخل الإنسان نفسه فيما لا علم له به وما لا قدرة له عليه وقد جاء في سورة الأعراف قوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حتى وإن كنت تريد نصرة الحق لا تدخل نفسك في ما لا تعلم نعم هذا قال له إبراهيم حاجه إبراهيم فقطع عليه الطريق فبهت الذي كفر إن قطع ما استطاع أن يجيب ولا استطاع أن يستمر في الجدال هناك شخص آخر سأقل الله سبحانه وتعالى علينا قصته ليدلل بها على قدرته وعظمته وأنه كما بدأ الخلق أنه يعيدهم كما بدأكم تعودون قال أو كالذي مر على قرية هذا رجل واختلف في اسمه كثيرا وهذا لا يعنينا لكن هو مر على قرية خربة خربة خربت مات أهلها وتهدم بنيانها وانقطعت سبلها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها كيف تعيش هذه القرية كيف تعود إلى ما كانت الله سبحانه وتعالى ليقطع الشك عن قلب هذا الرجل وعن قلب أمثاله الله سبحانه وتعالى أماته أماته الله مئة عام مئة عام في ميزاننا شيء كثير لكنها في ميزان الله لا تساوي شيئا ثم بعثه هذا الرجل كان معه طعام يريد أن يأكله وكان معه حمار يركبه فأماته الله مئة عام ثم بعثه وعندما بعثه يقال إنه قبضه وقت الظهيرة أو وقت الضحى وبعثه وقت العصر فهو عندما قام حيا مرة أخرى ظن أنه يعني لبث وقتا يسيرا لأنه كان وقت الظهيرة عندما جاء والآن الوقت وقت العصر يعني المسألة قريبة قال كم لبث سأله الله قال لبثت يوما أو بعض يوم قال الله سبحانه وتعالى بل لبثت مئة عام ثم ما وراء ذلك قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن ما تغير طعامك وشرابك الذي كان معك كما هو لكن العبرة في ماذا العبرة في الحمار في حماره الحمار هذا مات وفني وبليت عظامه ونخرت ما بقي إلا بقايا يعني لا تكاد تذكر الله سبحانه وتعالى أمرها أن تعود أمر هذا الحمار فاجتمعت هذه العظام وكساها الله سبحانه وتعالى اللحم وأجرى فيها الدم وعادت إليه الحياة وصاحبه ينظر إليه صاحبه ينظر إليه انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك كيف نحييه مرة أخرى أمامك ولنجعلك آية للناس هذا الأمر كما هو آية لك أنت هو آية لغيرك ودلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة والبعث والنشور بعد الموت وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف نجمعها عظام الحمار ثم نكسوها لحمة فلما تبين له لما رأى ذلك قال أعلم أن الله على كل شيء قدير هذا دليل على ما في قلب هذا الإنسان أنه يريد الحق لما رأى الأدلة آمن بها لكن هناك من الظلم والفجر والكفرة من يرى الآيات ثم لا يقتنع بها كما حصل مع فرعون ومع غيره هناك أيضا هذا هذا الذي قال هذا الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها لم يكن منكرا لقدرة الله ولكنه كان مستبعدا كيف يمكن أن تعود الحياة بعد الموت لكن تأتي قصة أخرى بعدها لإبراهيم عليه السلام إبراهيم من أولي العزم وإبراهيم أبو الأنبياء وإبراهيم هو الذي بنى البيت إبراهيم ارتبط به النسك إبراهيم عليه السلام يعني شيء عظيم هو أبو الحنيفية إبراهيم عليه السلام لكن إبراهيم حصل منه سؤال لربه يتعلق بهذا الأمر ما هذا السؤال قال ربي أرني كيف تحيي الموت فهل إبراهيم عليه السلام شاك لا معاذ الله هل إبراهيم مستبعد لا ولكنه أراد أن يزداد يقينا قال أولم تؤمن قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي يعني لأزداد يقينا على يقيني قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فالله سبحانه وتعالى قال فخذ أربعة من الطير طيور أربعة مختلفة فصورهن إليك جمعهن إليك وقطعهن إرباء كل طير قطعه قطعا صغيرة وفرقها على الجبال واجعل على كل جبل منهن جزءا هل بقيت حياة لم تبقى حياة كيف يمكن هذه أن تعود في نظر الناس فارقتها الحياة وقطعت أجزاؤها وفرقت على الجبال مختلفة بعد ذلك قال وثم ادعوهن ياتينك سعيا مجرد كلمة ادعوهن مجرد أن ناداها إبراهيم عليه السلام اجتمعت أجزاؤها وجاءت إليه حية كما كانت وعلم أن الله عزيز حكيم هذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق والإماتة والبعث والنشور ليس في ميزان الله سبحانه وتعالى سهل وصعب كلها سواء في ميزان الله كلها مربوطة بكلمة كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ناداها إبراهيم عليه السلام فاجتمعت إليه قال وألم أن الله عزيز حكيم بعد هذا يعني لا بد أن تزداد يقينا بهذا الأمر فسواء فسواء أكان بعض الخلق متشككا أو بعضهم مستبعدا أو بعضهم يريد أن يزداد يقينا هذا كله بينه الله تبارك وتعالى فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا ممن يوقن بوعد الله وبلقائه وبجنته وأن يقينا شر عذابه إنه على كل شيء قدير ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ويجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينزل نصره وتأييده على إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي أسقاع الأرض كلها نسأل اللهم أننا نستنجز وعدك ونستنزل نصرك إنه لا يخلف وعدك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر